السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة سنة تلتة عدادة ان شاء الله في فيديو النهاردة هنبدأ نحل مع بعض كده تدريبات في الواحدة التانية وحنبدأ هنا في بواجه ورقم الصفحة الحقيقة مش واضح في التصوير بس هو صفحة 103 من كتاب برافو طبعا هنرى كده مع بعض الدوكيمو الدوكيمو دي عنوان هبقول لجاتو اوبوم جاتو بالتفاح او تورتة التفاح كاتب لي طريقة عمل تورتة التفاح وقت الطهي 12 دقيقة قوزون الطبخ بتاعها او تحضرها بياخد 45 دقيقة انجوريديان المكونات عندي هنا 150 هنطبخ بقى يا جماعة مشي هنعمل حاجة حلوة 150 جرام دقيقة 250 جرام سكر 4 جرام هنا 4 جرام من الخميرة باكت سكر بالفانيليا 3 بطاط و20 سنتي من الزيت و3 او 4 تفاح طيب غسط الوصفة بيقول لك ننزان سالا ديو في طبق كبير غويات هنخلط الدقيق والسكر والخميرة والفانيليا والبيض والزيت وبعدين بعد كده هنقطع التفاح لقطع صغيرة مقسمة الى قطع صغيرة هنحط التفاح فيه سالا ديو اللي هي ببقى الطبق العميق يعني ونخلط الكل هنصب فاغس هنفق بفاغسية يصب او يسكب هنصب الخليط كله فيه قالب الجاتو وحنحط هنحطه ها اللي هو الخليط كل ده فيه الفرن لمدة 45 دقيقة وممكن تزوق الجاتو او تقدم الجاتو مع ايس كريم بالفانيليا سيمي يوغ بيكون هزا افضل طيب في الاخر كاتب لك بونع بوتي يعني بالهنة والشفاء او وقبة طيبة طيب اول سؤال عندين على الدوكيمون بيقول لي ساعت غسطة بغسطة انسورت ده هزي الوصفة بتقدم نوع من ديزار الحلويات لا هي بتقدم اسماك ولا هي بتقدم خضرات بحلويات ديزار ممكن نطبخ او نسوي يعني الجاتو ده خلاله وقال لي 45 دقيقة هنا بقول لي نص ساعة وهنا ساعة الربع اللي هي ال 45 دقيقة فعلا وهنا بقول لي الساعة كم طيب بوغفير سو جاتو عشان نعمل الجاتو الفو بيلزمنا كام جرام من السكر قدنك السكر هنا ها بيلزمني ايه بقى بيلزمني يلزمني هنا ميتين وخمسين جرام من السكر ميتين وخمسين اللي هي 250 هو بيختبرك هنا في الارقام 250 اللي هو ميتين وخمسين بوغفير بغفير سو جاتو ان نكوب لبوم انو انو بتي مخصو ميشي هو بقول لي عشان هو زاقرة هنا بقول لي احنا بنقطع التوفيح في قطع نلو قطع صغيرة من الافضل نحن نقدم الجاتو ده مع انجلس مع الايس كريم طيب بعد كده عندي اسئلة فريق فو سودو كيمون نو اكسبليك كومانفير ام بلادو ديزير صح معناه الجملة دي ولكن الوثيقة دي بتشرح لنا كيفية عمل طبق من الحلويات مزبوط صح مزبوط احنا بنجهزه في اتنانشر دقيقة يبقى الاجابة صح طيب رقم تلاتة بيلزم تلاتة فقط غلط لانه قال تلاتة او اربعة اوندوى يجب انه ضيف 250 جرام من الملح في الوصفة دي طبعا غلط الوصفة دي ما فيهاش ملحة خالص في هزي الوصفة اوندوى متر لبومب كومبليت بنحط التفاح كامل زي ما هو لا طبعا غلط لانه احنا بنقطعه ايه ان مخصول القطع صغيرة انا لسه هنا في صفحة مية تلاتة عندي الدوكمون اللي بعد كده خلي بالك منعنى الدوكمون عشان بيجي عليه اسئلة في الاغلب بقول لي غستو غا ده اسم المطعم مية وخمسين شارع المعتصم في طنطة بمناسبة احتفالات او الاعياد وفق اوفغ بنقدم لكم اطباق لذيذة مصرية او فرنسية او لبنانية فيوند جغالية اللحم المشوي والفراغ الدجاج يعني والفواكه والجتوهات مشروبات ساخنة وباردة القائمة اليومية سعرها قائمة الطعام اليومية سعرها 80 جنيه مصري المطعم ده مفتوح كل الايام من عشرة صباحا الى 12 ليلا وده رقم التليفون طب اوليفيوم هتبقى دان غستو غا ده اسم مطعم اوليفيوم اوفغ بيقدم ايه مشروبات سخنة فقط مشروبات باردة فقط ولا الاثنين طبعا دي بواسون شود ايه فغوات مشروبات ساخنة وباردة لومينو دجوغ في قائمة الطعام بتعمل او سعرها بيكون ايه بيكون كادر فودة رقم 80 بيختبرك برضو تاني في الارقام دي معناها كده 80 جنيه مصري اسئلة بقى فغي اوفو اول سؤال بقولي دان سورستورا اليا دي بلا لبانيت مظبوط لانه قال بيقدم اطباق مصرية وفرنسية وليبنانية يبقى صح سورستورا افرمي لفندردي المطعم ده قافل فندردي لقى فاتح طول جور طول جور كل الايام بقى غلط ما بيقفلش انبور زرفي انتابي دان سورستورا بار تليفون مظبوط بقولك ممكن نحجز طويلة في هذا المطعم بالتليفون صح لانه هنا كتب لي رقم التليفون هنيجي عند اسئلة الكمبلت بقول لي كيلسو لزغير دي سورستورا هايزة حاول اشيرها معاك هوريك بس التوقيت وبعد كده حتكبرلك الصفحة تاني هنا بقول لي ايه هي مواعيد هذا المطعم هنقول توري جور كل الايام ها دو من عشرة الساعة العشرة دو متا هنقلل الجملة اللي فوق دي كلها دو متا وبعدين ا حط الاكسان من وي تمام يا شباب طيب كتب للعلوان اينا يوجد هقول له 150 شارع المعتصم طنطة نكتبها هنا نبختصر بس وقت الفيديو في الكتابة طيب انا حتخطى السؤال ده لان السؤال ده مديش فلانت هنتخلص ده سؤال توصيل يعني بيختبرك بس في معاني الكلمات فانا حتخطوه طيب حاجي هنا عند اسئلة السوتيازيون انا هنا في صفحة كيم عشان بس الصفحات مش واضحة في التصوير احنا هنا في صفحة 105 هنا دي صفحة 105 طيب ما عندي اول سؤال في السوتيازيون في المواقف بيقول لي تو ديوموند بيقول لي هنا تو ديوموند أطمير لزنجوريديا بوغفيرانكة إلدي انت هنا اللي بتسأل ممتك عن مكونات المطلوبة عشان نعمل جاتول هي حتجاوب وتقول يا ترى هي حتقولك ما هي مكونات الجاتولة ده انت اللي بتسأل خلي بالك انت اللي سألت وهي اللي حتجاوب وتقول هتقولك جادوغل جاتول انا بعشق الجاتولة مش دي الإجابة هتقوله الفو دولافا غينا ايه دي زو يجب او بيلزمنا دقيق وبيت طيب تيوتا انت بتستعلم او انت بتستفسر او انت بتسأل انت بتسأل عن الوقت اللازم لطبخ طبق تدي انت هنا اللي كنت بتستفسر فانت حتقول هتقول كمبيان دومينيت فو تيل بوغفير كوير لوتاجين دوباميا كم الوقت عشان نعمل طواجن الباميا ولا هتقول بيلزم 15 دقيقة عشان نضخ معرفش ايه ولا السمك بيكون ايه طبعا هتكون الإجابة الاولى انت هنا اللي بتسأل فانت حتسأل وتقول كم الوقت اللازم لعمل طبقين البام بيقولك انت بتسأل عن وقت طبق طبق طيب طيب اخوك الصغير بيسألك اين فين انت بتزب عشان تعمل السباق فانت حتقول هنا قصد عشان تعمل الشوبينج او تتسوق او تعمل المشترات فانت حتقوله ايه خلي بالك هو اللي سأل وانت حتدوب وتقوله بذهب لسوق هو ده اللي بنعمل فيغ اللي هو بنعمل التسوق طب انت اللي بتسأل انت بتسأل صديقك عن فاكهة المفضلة هو هيجاوب ويقول هيقول لك جيب لكن مش هيقول لك انا بفضل اخلي باقي لك فيه هنا بوم التفاح فيه هنا بوم ده اللي هو البطاطس كلمة المتشابهتين عشان كده واجابهم وهنا بقول لك بفضل الفاصولية الخضرة لا بتسأله هنا عن الفاكهة المفضلة فقال لك انا بفضل التفاح طيب السؤال اللي بعد كده نميرو سانك انا لسه هنا يا شباب في بودش اقول لك رقم الصفحة انا هنا في صفحة مية وستة طيب هنا صديقك اللي بيسألك كم وجبة انت تتناولها يوميا فانت اللي هتجاوب وتقول هتقوله ايه أنا بتناول ثلاث وجبات طيب هنا انت اللي بتسأل صديقك عن مشروبه المفضل خلي بالك كلمة بواسون مشروب شبه كلمة بواسون السمك الفرق البي اللي تحت والبي فوق ماشي حتى هو بص جايب لكلمة السمك تحت هو بلاخباط لأ البواسون بتكون بصه سمعت المجل اللي قدامي ده بينزل تحت كده على الترابيزة لكن البواسون اللي بتاعتها بتكون فوق يبقى المشروب اللي تحت فانت هتقول خلي بالك انت اللي بتسأل وانت هتسأله وتقول هتقول له كسك تييمة بواغ ماذا تحب أن تشرب يبقى ده سؤال كده عن انت بتحب تشرب إيه فهو هيبدأ يقولك مشروبه المفضل تدي موند انت اللي بتسأل أطماغ والدتك عما هي تشتري من السوق هي هتقول انت اللي سألت وهي هتقول إيه الحاجة اللي ممكن تشتريها من السوق هتقولك جاشة تدي فغوي أنا بشتري فواكه وخضره وغسطغة في المطعم في المطعم في المطعم انت بتسأل الجرسون أو بتطلب من الجرسون المينو قائمة الطعام فانت هتقول انت هنا اللي بتسأل فحتقول له أبو ختم والومينوس من فضلك احضر لي قائمة الطعام تدي موند انت اللي بتسأل صديقك لماذا هو يذهب للسوق اللي هو اللي هيجاوب ويقول هيقول لك بوغ فاغ دي زرشا يبقى نخلي بلنا من جملتين فاغ دي زرشا معناها يتسوق وعندي برضو فاغ مش عارفو الخط هيكفي ولا أنصغره فاغ لكوخس اللي هي برضو يتسوق يبقى كلمتين دول معناهم يا شباب معناهم يتسوق طيب دي بعد كده رقم دي س نمرو دي س سيغ أختك أختك عايزة تعرف وصفة السلطة أو طريقة عمل السلطة هي بقى اللي هتسألك وتقول هتقول لك لكن مش هتقول لك مين بيحب السلطة ولا مين هيعمل السلطة لا هي بتسأل عن وصفة وعن الطريقة هتقول لك كيف نعمل السلطة دانزان غستورا في مطعم لغرسون تديموند الغرسون اللي بيسألك سيكو تفو منجو تدي عم ما ستأكله أنت انت اللي حتاكل تدي فأنت حتقوه وتقول هتقوله دولا فيوند لحم ما شوي طيب انت هنا اللي بتسأل صديقك لماذا هو يذهب إلى لماذا أنت تذهب إلى محل لبيع الخضروات فهو هيقول خلي بالك انت اللي سألت هو هيجاوبك ويقول عشان نشتري كتب لا عشان نشتري أدوية لا يبقى عشان نشتري المكونات طيب فرق صفحة 107 هنا صديقك اللي بيدعوك للغداء في مطعم فانت حتقول انت بقى حتجاوبه وتقوله ايه هتقوله 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 احنا بنتغدى مع العائلة صديقك اللي بيدعوك مشي فانت جاوب تقوله بنتغدى مع او احنا بنتغدى مع العائلة مش هتقوله انا بتناول العشو ولا هتقوله الغداء جاهز طب تيديو موند انت اللي بتسأل الفندغ بتطلب من الفندغ من الباقة 52 جرام من الجبنة لكن النابا لكن هو ليس لدي الدي هو حيقول هيعتذر لك باو يقولك ديزولي انا آسف جين بلود وفروماج ليس لدي الكثير من الفروماج او ما عنديش يعني جبنة انت اللي بتسأل ممتقى ماذا ستعد في الغداء فانت حتسألها وتقول هتقول لها كسك فو بريباري او دي جوني حضرتك هتجهز ايه للغداء هني جين عند ادوات التجزئة ممير اشت بيوند كلمة مؤنسة احط دولار كونفوتير كلمة مؤنسة احط دولار طمط جايالي في الجمع يبقى احط دي للجمع ويلا احط دل ابوستغوف ليه عشان القرش دي حرفه بتتعامل معاملة الحروف المتحركة فاخد قدامها ابوستغوف اومي نغل بس خلي بالك بس انا تسرعت وعمل حل بس حمده اللي احنا حلينا صح بس خلي بالك عشان لو فيه نفي هنبدأ نحول ادوات التجزئة الى د او د ابوستغوف ارجع للشرح وكل موجود على القناة شرح درس ادوات التجزئة وازاي بنتعامل معاه في الاسبات وازاي بنتعامل معاه في الناف طيب نمرو سانك الفو بواغ سباس اومي نغل هتبقى دل اومي نغل عشان برضو بدأ بحرفه في ويل ام بغاسباس في غوي جايالي في الجمع يبقى حط اداة التجزئة دي او غستغان ام بو منجي بيف تيك طيب بيف تيك دي كلمة نوع مفرد مذكر هي كلمة مفرد مؤنس بيف تيك حطينا قطة مع دي اداة التجزئة دي المفرد المذكر نقولت مؤنس ولاي مذكر ها عشان لو كنتت لخبط كلمة غي الرز كلمة مفرد مذكر يبقى تاخد دي جينيمبا خلي بالك في هنا نفي زهر المفروض لو ما فيش نفي حروح على دي لكن بحاول دي والدلاء والدلابوس وفو دي الى د عشان هنا في نفي يبقى النفي بيحول ادوات التجزئة الى د واحيانا دي لو جاي بعد دي عفويل هنا برضو في نفي تاني فيوند اروح على الدلاء لا يا ميسي هنا في نفي بقى مدام في نفي بحاول ادوات التجزئة الى د طيب السؤال اللي بعد كده جاي على الضمائر الحاجات اللي انتو بتحبوها بقى بتعزوها قويان طيب هل انتهيت من المشتروات طيب احنا لو شلنا لذا المشتروات هنحط مكانها ضمير ايه هنحط مكانها ضمير جمع ليه تمام طيب هنا هان دي السؤال رقم اتنين الم لبش ده سؤال بهل وعايزين نحط برضو ضمير مفعول فانا بقول لي هل هو بيحب الخوخ فقلت له ايوة هو بياكل ايه منه تلاتة او اكل منه تلاتة بصوا يا شباب خلوا بالكم من السؤال ده فيه ناس كتيرة هتروح على الضمير ليه وهو غلط ليه يا ميس وفيه ناس هتروح على الا بوسطف عشان حرف الاول متحد الاجابة طيب انا عايز اكون وثق من نفسي وعارف انا بختار الان دي ليه عشان فيه هنا عدد يبقى الضمير اون بيجي مع المأكلات ومع المشروبات وبيجي مع الكميات مشي زي الكلوات والجرامات والقصص دي كلها وكمان لما بيكون فيه عدد فانا باتكلم هنا بقول ايه هو هل هو بيحب الهو ايوة وهو بياكل منه او اكل منه ايه تلاتة يبقى منه بعض منه اللي هو الضمير اون ايبقى على طول انا هتكلم عنه اصدقائي مالهم انا سوف اتصل بهم هذا المساء طب هنحط ضميري هنحط ليه لان بيخ بتلفوني يا ميس من الافعال الغير مباشرة بيجي براها حرف جر اتصل بهم او اتصل عليهم وهم جمع يبقى على طول ضمير طيب نميرو كاتغ انا بقول لي كم كيلو فراولة حضرتك تريد قال له انا عايز ورقم يبقى ايه على طول يبقى اون يا ميس يبقى انا عايز منهم او منه اتنين كيلو اللي هو الفراول بحط الضمير كمية عشان هنا فيه ارقام وكلوات واعداد واوزين طب هنا عايز نبقى اختار الضمير هنا بيقول لي اغسل السمك وبعدين جفف طب ليه حطينا الضمير لانه عايد على كلمة السمك وهي كلمة مفرد مذكر اللي هو نمير سيس هنا بقول لي هل انت بتتناول او تريد بقى هتاخد من الزبدة فابقول ايوة انا عايز منها تمامي بحنحط ضمير شكله ايه حنحط الضمير ايوة انا عايز منها يعني انا عايز منها باكو او باكت طيب نمير سات كمبيان دو ليدر خلي بالك في هنا كلمة ليدر او زين و كده كم عدد اللتر عايز كم لتر من المية لأ مش عايز بقى كم لتر من المية بنشربه يوميا فانا هقول انا بشرب ايه منه بشرب منه من الماء يبقى هحط برضو الضمير خليني بس ابيان لك برضو ارقوم الاسئلة وانا بحلها يبقى هقول انا اريد منه كام اتنين لتري بحط ضمير الكمية طيب بعد كده نمرو ويت رقم تمانية انا بقول لي علي ايه علي كل سمتا علي ذهب الى المدرسة هذا الصباح فانا هقول له ايه وهو ذهب ايه اليها طب اليها دي هتكون شكلها ايه لان دلوقتي انا محتاجة ضمير بيحل محل المكان بصوا شباب لما بيجي لي جمل زي كده لازم اكون عارف المعنى مش هعتمد على قاعدة مفيش قاعدة من غير معنى مفيش جرامير من غير كلمات الله يهديك وحفظه الكلمات طيب بعد كده عندي نمرو نف رقم تسعة هنا بيقول لي ايه بقى لغي ايه الرز باللبن مالو فين كلمة مالو الفغجيل دي معناها مالو الحاجة اللي بتيجي قبل الفغجيل قبل الكومة يبقى في الكوملة التانية انا هتكلم عنها الرز باللبن مالو ماما بتحطه في التلاجة طيب هنحط الضمير هيكون شكله ايه بقى يبقى هنحط الضمير شكله هنا هنحط ضمير الكمية لانا انا بتكلم عن اقليات ومشروبات فبقول لك الرز باللبن ده ماما بتحط منه في التلاجة طيب لوس الملح مالو اكلت مشروبات برضو احنا بنضيف منه ايه بقى هنحط الضمير احنا بنضيف منه على السلطة هنيجي بقى عندي هنا ضمائر ضمائر الوصل عندي هنا اول سؤال انا هنا في شوة زي تغوى في بواج هقول لك رقم صفحة في صفحة مية وتمانية عندي هنا اول سؤال بقول لي جو كوماند لبلع طيب انا طلبت الطبق انا عايز اقولها بالعربي الذي احبه احنا اتفقنا في الشرح ولو رجعت له هتلاقي الكلام ده بالتفصيل اللي هو ايه انا بختار الضمير ك اللي بيحل محل المفاول وليه علامة كده ايه هي ان بيجي بعده جملة ان بيجي بعده فاعل وفاعل يبقى الضمير ك علامته انه بيجي بعده فاعل وفاعل لانه هو مفعول انا طلبت الطبق الذي انا احبه يبقى الطبق ده ايه فاعل ولا مفعول لا مفعول عشان كده استبدلته بالضمير ك ضمير الوصل ك طيب بعد كده ها هو المتحف طيب حال في الحال دي حط ضمير شكله ايه ححط ك ليه حطيت هنا ك عشان انا بقول ها هو المتحف الذي انا زرته الذي انا زرته المتحف هنا مفعول وهنا بعده جملة كاملة يبقى على طول هاخطار ضمير الوصل ك اللي بيحل محل المفعول طيب رقم ثلاثة محمد سعد محمد سعد دور الممثل سيلك تغس باسم بليه انه يكون الممثل الذي يعجبني طيب في الحالة هحط ك لانه هو اللي بيعجبني هو هنا الفاعل الفاعل طيب خلي بالك الضمير كي ضمير الوصل كي لازم يجي بعده فاعل لكن ك بيجي بعده فاعل فاعل لكن كي اللي بتكون بيجي بعدها فاعل طيب تقدر رقم اربعة سيلوغز طغا انه يكون المطعم طب انا عندي جملة كاملة ولا فاعل لاندي جملة يبقى على طول هروح على الضمير ك وفعلا انا بتكلم عن مفعول بقولك انه يكون المطعم الذي اختي تعشقه يبقى الذي دي هتكون مفعول يبحط ك لو فاعل كنت احط كي بعد كده عندي نمرو كاتر نمرو عندي هنا فاعل وفاعل يبقى اروح على طول على الضمير ك يبقى كي بص كده رقم ثلاثة عشان بس المايز بين ك وك هم مساعدين جدا فكرة من أسألة كي بيجي بعديها فاعل طيب ك بيجي بعديها فاعل فاعل ضمير او فاعل او اسم فهنا لما لقيت فاعل الروح تفاعل على الضمير ك نمرو سيس سيسون لجاتو إنها لجاتو هات سباس ماميغ اللي مامتي عملتها طيب هنا هيجي هنا فاعل ولا فاعل مدام فاعل بروح على ك فاعل عشان اوضح بس حروفي فاعل بحط قبل ك لو فاعل حط قبل ك اللي بالآي نمرو ستلو تنس عندي جملة فاعل اللي بروح على الضمير كو على طول اللي معناها إنه التنس اللذي نحن نفضله بعد كده عندي نمرو ويت سيلو ماجزا إنه بيكون المحل يبقى طيب فا ده ايه ما هيفا دي انت لو معرفتهاش مش هتعرف تحل السؤال ماشي معناه معناه يبيع معناه يبيع يبقى المين اللي حتحط قبل فا حيكون كي اللي بتقوم بدور الفاعل المحل ده هو الذي يبيع الملابس على الموضة تمامي بحط كي عشان بيجي بعديها فا بعد كده عندي نمرو نوف سي لفيلم إنه الفيلم سباس لزنفاء انتو جو غاردي الفيلم اللي الاطفال بيحب يشوفو يوميا عندك هنا فا مادم عندك فا هتروح على كي طب نحن لم نحب المدعوون لإنهم عملوا دوشة كتير عملوا إزعاج كبير فون بكود فوربي طيب فون دي نوعها إيه فرب بحط على طول كي الذين عملوا الكثير من الضوضاء طيب هنيجي هنا على زمن لفوتير سامبل على المستقبل البسيط دوم غدا أليكس سباس أبغي إحنا لو شلنا أليكس هنحط مكانه ضمير إيه هنحط مكانه ضمير إيل المفرد يبقى فايا جغا فاكرين الزمن ده بيكون مصدر وبنحط النهايات اللي هي متشابعة مع نهايات فيغ بأفواغ إل سباس هتبقى إلا فيك إس هتاخد النهاية خليني كده أنجة إل إلا فيك إس يبقى فيغو بالنهاية الأو إنتي خلي بالك بص أنا وقفت فيها كم ثانية إزاي أنا نفسي وقفت فيها كم ثانية خلي بالك من حاجة إحنا متعودين على النهاية الـ النقص دي مع الضمير نو طب هموالي لليه الـ النت بصه O-N-T بالإنجليش هيا مش بالفرانسي دي بتيجي مع الضمير إلا فيك إس وإلا فيك إس في حالة الفورتيوغ في حالة المستقبل إحنا متعودين عينينا مع الإلا فيك إس والإلا فيك إس دايماً بتاخد النهاية بالشكل ده إي أن تي لأ في المستقبل بتاخد O-N-T طيب نومرو طغوة عليه لو شلنا عليه هنحط مكانه إيل طيب الإيل دي هتاخد شكلها إيه نهاية حرف الآشان الضمير إيل فين إيل ده لو شلنا عليه هنحط مكانه إيل الجه هتاخد النهاية الشهر القادم يبقى أنا بتكلم في المستقبل لو شلناهم هنحط مكانهم إيلة فيكاس إيلة فيكاس بتاخد O-N-T ده كويس إنهم هنحط لكش إيه 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 كده وأقلف لك أي حاجة طيب بعد كده عندي نومرو سيس لو فندغ دي بغشاء الجمعة القادمة ما فمي عائلتي لو شلناها هنحط مكانها إيل خلي بالك كلمة العائلة لما بنيجي نستبدلها بضمير بنستبدلها بضمير مفرد العائلة دي إن شاء الله تكون متكونة من من خمسين شخص من ألف شخص مش مشكلتي بس هي ككلمة نوعها مفرد ولا جمع مفرد ومفرد مؤنس يبنحط إيل طيب الإيل هتاخد النهاية إيه نهاية الأو نومرو ست هتبقى 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 مامير إيه لوسي ماما ولوسي طيب دول نستبدلهم بضمير إيه إيل هن لجامعة المؤنس بتاخد النهاية الأو إنتي استبدله على طول بإيه بإيل المرفض المذكر هياخد النهاية بالشكل ده مانفغيغ يبقى هياخد النهاية المنتهية بالآسغة سوف يكون طبيب طيب هنجي هنا عند الأدوات برضو أو سؤال ده في كذا حاجة دمائر وأدواته كله سيلين أم هتبقى خلي بالك فيغ بقيمي فيغ بقيمي أوه هتشوف السلطة وتروح هتدول على اللي يميس ما احنا طول النهار نقول إن السلطة واللحم والفراخ والدجاج والقصص دي كلها بتاخد أدوات تجزيلة أيها ده لما يكون فيه أفعال ده اللي على الأكل والشرب طب أم ده فعلي ده فعلي بدول على الأكل والشرب لا ليه لإن ده أصلا درب مشاعر يعني بحب بقرة بعشا بفضل فبناخد أدوات معرفة فانا هحط له لإن كلمة السلطة كلمة مؤنثة لغبا ملها نتفقنا إن الفغجيل دي ملها الوجبات ملها هتكلم عنها في الجملة التانية إحنا بنتناول منها ثلاث مرات مدام فيه ثلاثة وأرقام ووجبات يبقى على طول على الضمير اللي بيحل محال إن أكلتهم مشروبات خصوصا لما بيكون فيه أعداد أو كميات سيلو بوشي السؤال ده حلو قوي مشكل بقى كل الحاجات الخاصة بالإيه بالوحدة التانية بصراحة طيب سيلو بوشي إنه جزار سباس فان لولافيوند اللازي يبيه فان دي جات لتاني مولة أهي يبقى اللازي اللي هي كيل الفاعل اللي هيقوم بالفاعل ده طيب جوني بوع في هنا نفي اوعة تروح على الدو اوعة وما لا روح على إيه هروح على الدو أنا بروح على الدو كافي فعلا لو كانت الجملة مسبتة لكن النفي بيحول لي أدوات التجزئة كلها خليلي بالك من المعلومة دي عندي أدوات التجزئة دو ودولا ودل بوستغوف ودي ما لهم الأدوات دي في النفي كلهم بيحولوا إلى دو او دو أبوستغوف حسب نوع الكلمة اللي جايه بعدها لو بدأ بساكن او بدأ بمتحرك لغستغا مالو المطعم مالو ليه سباسفا بغاندغ بغ بغاندغ ليه بتذهب إليه اللي كي تتناول الغداء طيب خلي بالك هنشوف هنا هنحط الضمير شكله إيه هنحط إيجرك ليه أنا حطت هنا الإيجرك لأننا بتكلم عن مكان بتكلم عن مكان والمكان ده غير مباشر ها مكان جبا بنحط مكان ومفعول ومع فيغ بقى ليه يذهب إلي يذهب إلي يبقى في حرف جريب على طول أحط الإيجرك طيب جب بغ طلاغوب أنا برتدي الفستان سباس ماميغ ما أشيتي اللي ممتش تاريته لي طيب الفستان ده فاعل ولا مفعول مفعول يبقى بنحط على طول الضمير كي عشان جايب عديها جملة عندي هنا في بادج أقول لك رقم الصفحة عندي هنا في صفحة بقى مية وتسعة نبدأ كده أول سؤال توفو دي كونكمبغ أنت عايز خيار أيوة أنا عايز منه يبقى حط الضمير أنا عايز منه اتنين كيلو طيب السؤال اللي بعد كده نمرو ميت نمرو بيت بيقول لي جي فقو مخشي بوغشيتي هتبقى دي بوم هنهط أداة تجزئة في الجم عشان كلمة بوم جايالي في الجم عندي هنا في نمرو نف دوما جي سباس على فد هتبقى جي غي زمن المستقبل ده بيغبا قال لي فعل شاز جي فوت غي هتكون إن بلاكت لأن كلمة بلاكت كلمة مؤنثة بكت من الزبدة جي نمانج با خلي بالك فيه هنا نفي فيه هنا نفي بأروح على الدو يميس المفروض أروح على الدو عشان بسوء أيوة ده ما كانش فيه نفي لكن فيه نفي بحنحول إدوات التجزئة رقم 12 سجو واغ سجو واغ وجاي بعد وهنا الفرب الفرب ده يتحطه قبله كو ولا كي يتحطه قبله كي يميس على طول لإن الفرب أنا عايز أحطي هنا حاجة بتقوم بدور طيب رقم 13 ماميغ أكو بيلا فيوند تبقى أم مخصو مقسمة إلى قطع صغيرة دي كلمة كده مصطلح تعبير بيتحفظ زي ما هو أم مخصو إلى قطع ومقسم إلى قطع موفريغ دي تست فيغ بقى دي تستي هتبقى له شامبنيو هنعرفها يعني ميس مروحش على الدو عشان شامبنيو مذكر لا خلي بالك الفرب اللي بيحدد لي الأدية الفرب دي تست دي تستي اللي هو من أفعال المشاعر يبقى حطه على طول أداة معرفة أخويا بيكره الشامبنيو طيب بعد كده عندي نمرو رقم 15 هنا عندي يبقى الفرب دي هنكون حطين طيب جيمي جوز كلمة جوز دي كلمة مؤنسة اللي هي فص التوم في الصلطة بنحط اين جوز بابايا بيعشق الخور هو بيشتري منه أظن عرفناها خلاص بقى قررت معنا قد إيه اشتري منه 2 كيلو يبقى 10 كيلو جوانجيل فريز كيمامير أ طيب خليلي بالك من الجملة دي أنا حط اشتي في جمع المؤنس حط اشتي هنا في جمع المؤنس بيقول لي أنا أكلت الفواكه احنا اخترناه هنا في جمع المؤنس لأن في هنا ضمير وصلك والضمير ده مدام موجود حيكون فيه التبعية مع فيغ بقى فوق مش موجود أي ضمائر يبقى اشتي هتحط فيه المفرد طيب بعد كده ما ميغ ما شدت لفيغ ويغ هتبقى اشي لأ احنا فين يا رب ما عليش انا بسيت على حاجة تانية هنا ما تنتج اجوت لي اشي قصد هنا خلتي او عمتي بتضيف التوم المتقطع فيه التوجن يبقى لي اشي ماميغ ما شدت ليه فيغوي ماما بتشتري الفكه عندك هنا بقى اي بطل عندك فاعل ولا فاعل لأنا عندي فاعل يبقى تروح على طول على الكل بس هنضطر نحولها لا يا ربي والله ما هنضطر نحولها ولا حاجة عناية بتدخل فيه بعضيها استحملوني شوي استحملوني شوي الكلام قريب من بعد هنا فعلا فيه فاعل يبقى حختار الضمير ك يبقى ماما اشتريتلي الفكه اللي انا بحبها كتير يبقى اللازي ديت هتكون ضمير وصل بيحل محل المفعول لان جايب بعده فاعل لكن لو كان جايب لأم كنت هحط كي عشان بيجي بعدها هفق طيب بعد كده عندي رقم اخد راستي كده وارجع لك طيب نكمل هنا النورو فانت ا واحد وعشرين الى جتة ليتومات هي بتضيف التماطم فيه الطاجن طيب التماطم اكغزي متقطعة التماطم دي جمع ايه جمع مؤنس بحياخد اكغزي الاولى عشان هي لمجموعة جمع مؤنس ونجوت ممكن دي في الزعتر او التوابل يعني يبقى ديو لان كلمة تم دي كلمة مفرد مذكر طيب انا عندي هنا كلمة البصل هي كلمة جمع ايه جمع مذكر ولا جمع مؤنس جمع مذكر يبقى هنحط كوب في جمع المذكر البصل المتقطعة البصل المقطعة يبقى في التماطم حطينا جمع المؤنس في البصل حطينا جمع المذكر طيب ميس باس كويغي هتبقى ان كلمة كويغي اللي هي ملعقة صغيرة من زيت الزيتون في الصلاة يبقى حطينا ان لان الكلمة دي مفرد مؤنس طيب كلمة من الكلمات المذكر المؤنس لأ مؤنس يميس يبقى اداة التجزيئ دولا بعد بعد كده هتبقى بالنهاية الاس نو هتبقى بغام بالنهاية الون دي بتاعت اليل الزمن ده سهل جدا ما فيوش حاجة بس فيها تكة غير الحتة دي انه بتنتهي بالون الس عادي زي ما احنا بتعودين لكن اليل في الكسم انتهي بالون انت مش ال انت دو ما ال هتبقى ال في غ تكلم هنا عن الطقس الطقس سيكون حار طب لن بغشن السنة القادمة تبقى تبقى حيكون عندكم خمستاشر سنة طب انا لو شلت هنهط مكان على الضمير ال طيب ال هتاخد نهاية ا يبقى طب انا لو استبدلت كلمة القب هنحط مكانها الضمير ال طيب ال هتاخد النهاية ال ا ال 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 هتبقى ججة غ بالنهاية ال ا وال ا نمرو بيت م بغا لو استبدلناهم يبقى ال على طول جامعة المذكر هياخدوا النهاية ا هياخدوا ال هي ركز لي في الزمن ده مع ال الجامعة المذكر او الم من في غير اخويا هنستبدل عطول ونحط مكانه ال المفرد المذكر يبقى الاولى نو هتبقى بالنهاية ال ان اس ان شاء الله ان شاء الله الفيديو القادم هنستكمل مع بعض صفحة الشوزي دي وبعدين هنقف بالتفصيل هنا عند كومبليتس في غاز عشان اتي عايز فيديو لوحدها تمام وحنكمل مع بعض الدوكيمو الجزء الباقي من تدريبات الوحدة التانية ياريت نعمل لايك وشير مع زميلنا للفيديو سيبكم انت اسفل الفيديو عشان بيرفع من ظهور الفيديو في الصفحة الرئاسية اليوتيوب اتمنى لكم التوفيق جميعا واقول لكم Merci beaucoup et au revoir